يمكن أن يتسبب التنسيق بالكثير من المشاكل هناك الكثير من طرق التنسيق السيئة التي يمكن أن تجعل العمل على البيانات صعبا على سبيل المثال هناك مشكلة شائعة تكمن في تنسيق الأرقام كنص هذا يعني أن جدول البيانات الخاص بك لا يمكنه معالجتها كأرقام وبالتالي لا يمكنه إنجاز العمليات الحسابية عليها دعونا نرى كيفية حدوث ذلك قم بإنشاء جدول البيانات جديد أكتب بعض الأرقام العشوائية في العمود وقم بجمعهم باستخدام صيغة سم الجمع ينبغي أن يكون المجموع صحيحا الآن قم بتحديد رقم أو رقمين من الأرقام وأذهب إلى قائمة تنسيق ثم نص بسيط ستلاحظ أن هذه الأرقام لم تعد ضمن صيغة سم وأن المجموع قد تغير وبالتالي من المهم عند إنشائك لجدول البيانات أن تتأكد من تنسيق أعمدتك بالشكل الصحيح وإلا في أن كل عملياتك الحسابية وتحليلاتك قد تكون خاطئة هناك طريقة مفيدة للعثور على الأرقام التي تم تنسيقها كنص وهي أن ترتب بياناتك بواسطة هذا العمود كل الأرقام المنسقة كنص سوف تكون مع بعضها في النهاية أو البداية بالإضافة إلى أن جدول البيانات لن يستطيع ترتيبها بالشكل الصحيح عندها يمكنك تحديدها وتغيير تنسيقها دفعة واحدة ترتيب البيانات يعتبر أيضا طريقة مفيدة للعثور على الأسطر والخلايا الفارغة جرب ذلك على أرقامك العشوائية كما أن هناك قضية شائعة أخرى وهي الخلايا الفارغة والفراغات غير مرغوب بها هناك بعض الطرق لتنظيف ذلك إذا فتحت نموذج مجموعة البيانات نموذجية المسمى الرجل الخفي للبيانات في الأسفل ضمن قسم المصادر سترى هذه الطرق عمليا الخلايا الفارغة والفراغات التي لا نريدها يمكن أن تكون مشكلة كبيرة أن جدوى البيانات تعامل هذه الأنواع من الأحرف على أنها بيانات حقيقية بغض النظر عن عنوان العمود في هذه البيانات يمكنك رؤية أربع مصطلحات متشابعة مع ذلك جدوى البيانات يراها أربع مصطلحات مختلفة إذا حاولت تعداد كم من المرات تم ذكر بياناتك جدوى البيانات سوف يظهر بندن واحدا صيغة الترم تنظف الفراغات لكنها لا تنظف فواصل الأسطر صيغة كلين تزيل فواصل الأسطر لكنها لا تزيل الفراغات أو الفراغات الطويلة صيغتين كلين وترم هذا يظهر كيفية إنجاز العمليتين في صيغة واحدة صيغة اللسق الخاص تستخدم للسق قيم بياناتك المنظفة تذكر أن كل الخلايا الأخرى تحتوي على الصيغ انسخ الخلايا النظيفة ومن ثم اذهب إلى قائمة تحرير ثم لسق خاص ثم لسق القيم فقط سوف تلاحظ بأن البيانات التي فيها فواصل الأسطر تفتقد إلى فراغ الطريقة الأسهل لإصلاح ذلك خاصة إذا قمت بإزالة الكثير من فواصل الأسطر من القيمة نفسها هي البحث والاستبدال إذا ذهبت إلى قائمة Edit ثم Find and Replace تحرير ثم بحث واستبدال سوف ترى نافذة منبثقة تحتوي على خيرات البحث والاستبدال يمكنك اختيار البحث عن كل حالات البيانات الخاصة بك واستبدالها بالبيانات الخاصة بك يمكنك اختيار البحث عن كل الحالات البيانات الخاصة بك كلمة واحدة واستبدالها بالبيانات الخاصة بك ثلاث كلمات أحيانا يكون الحل الأبسط هو الأفضل وإذا كان هناك مشكلة أو خطأ مكرر في جدول بياناتك فيمكن أن يكون البحث والاستبدال حلا سهلا في بعض الأحيان يمكن أن يكون لديك نسك قائمة من القيم في خلية واحدة ولكنك ترغب فعليا أن تتوزع على خلايا منفصلة يمكنك استخدام تقسيم سبلت لإصلاح ذلك على سبيل المثال لنقوم بكتابة قائمة من الأسماء المفصولة بفاصلة ضمن جدول بياناتك حدد الخلية وأختر مكان ظهور الأعمدة المقسمة وأكتب معرف الخلية المحدد يساوي سبلت سل آي دي دي لمتا حيث أن معرف الخلية يساوي الخلية التي تريد تقسيمها مثال 12 للمحدد يساوي ما الذي يفصل القيم ضد الخلية يمكن أن تكون مسافة سارغة أو علامة فاصلة أو في هذه الحالة المحدد هو الفاصلة وبالتالي شكل صيغتنا سيكون يساوي سبلت قوس J12 بفاصلة قوس جرب ذلك من المشاكل الشائعة الأخرى مع البيانات هي عدم التطابق على سبيل المثال نفس الكلمة يمكن أن تهجأ بشكل مختلف في عدة أماكن أو يمكن استخدام كلمات مختلفة لنفس الشيء على سبيل المثال يمكن أن يكون لديك مصطلح أنثى أو امرأة ضمن جدول بياناتك وكلاهما يدل على نفس المعنى في هذه الحالة سيكون من السهل إصلاح ذلك باستخدام البحث والاستبدال لكن في بعض الأحيان في المستندات ذات الأخطاء المطبعية الكثيرة يمكن أن يكون ذلك تحدياً وعندها ستحتاج لاستخدام أدوات متخصصة لإصلاح ذلك سوف نبحث في ذلك بتفاصيل أكثر في وقت لاحق ترجمة نانسي قنقر